أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتسل عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا أخفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا إليك وجعلوا من المرسلين فالتقطوا أهل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت مرات فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فردلناه إلى أمه كي تقرع عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدويه فوكذه موسى فوقذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال رقال له موسى إنك لقوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السمين ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسخون أمة من الناس يسخون ووجد من دونه أمرأتين تذودان ووجد من دونهم أمرأتين تذودان تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون فلما آتاهما فلما آتاها فلما آتاها نودي من شاتئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى من الشجرة من الشجرة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن علق عصاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله مع يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عددك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون